بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ويقول جل في علاه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ويقول جل من قائل ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين هذه الآيات الكريمة تعبر عن مبدأ قرآني وهو إحصاء الله سبحانه وتعالى لأعمال عباده كما يقول جل شأنه أحصاه الله ونسوه وهذا المبدأ هو مبدأ قرآني عظيم هو في جهة يطمئن المؤمنين ويثبت أفئدتهم حتى يعلموا أنه لا يضيع عند الله شيء وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من عباده وأنه ما من عمل صالح يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى إلا ورب العزة ينميه ورب العزة يحصيه ويعلمه جل في علاه ويجازيهم عليه يوم القيامة وهو بالمقابل تخويف وتهديد لذوي الأعمال السيئة أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال حبة في السماوات ولا في الأرض لا يغيب عن علمه شيء هو الذي يعلم كل شيء ويحصي أعمال العباد فهو مجازيهم على أفعالهم هذا المبدأ يدفع المؤمن لمزيد من العمل الصالح وقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه حين قال إن العبد ليتصدق بالصدقة فيتقبلها الله سبحانه وتعالى وينميها له فيراها يوم القيامة أعظم ما يرى من عمل كما يربي أحدكم فلوه يعني فرسه فالله سبحانه وتعالى ينمي العمل الصالح لعباده الصالحين حتى يرونه يوم القيامة في أتم صورة وأبهى مشهد فيتيقنون من مغفرة الله لهم ومن عدل الله بهم ومن ثواب الله إليهم وهذا يدفع العبد إلى العمل الصالح ويدفعه إلى البزل ويدفعه إلى عدم كتمان العلم ويدفعه إلى الرغبة في تعليم الناس حتى لو الدعي عليه أن هذا العلم ليس له حتى لو سرق أحد علمه حتى لو أخذ أحد فضله ونسبه لنفسه فإنه ينفعه عند الله سبحانه وتعالى ولا يغيب عن علم الله الله سبحانه وتعالى هو أعلم أن هذا العلم خرج منه هو وأن هذا العطاء إنما كان بسببه وربما فتح الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده من أجل أن يبلغها لغيره يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع ولكن الفضل في الأول وفي الآخر لمن بزل لمن أعطى لمن تصدق لمن فعل الخير فأحصاه الله له ونماه الله له أما في المقابل فهو تهديد لذوي الأعمال السيئة بأن لا يتماد في أعمالهم وأن يعلموا أن الله رقيب عليهم والله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ألا فليتمهلوا في فعل السيئات والمنكرات ألا فليبتعدوا عن الوقوع في المحرمات والموبقات ألا فليتوبوا إلى الله وليستغفروا الله على سوء فعلهم والله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه ما من عمل صالح أو عمل غير صالح إلا في علمه المكنون قد أحصاه جل في علاه حتى وإن نسيه صاحبه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل عمل صالح وأن يفتح علينا فتوح العارفين بحكمته ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة